تحت رعاية سعادة وزير النفط والبيئة تم تتشين التوسعة الجديدة لمشتل رأس سند الذي نظمه المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وبدعم من شركة ألمنيوم البحرين ألبا ومن خلال التوسعة الجديدة لمشتل رأس سند ستضاعف الطاقة الانتاجية للمشتل الحالي لحوالي عشرة أضعاف إضافية تقريبا لتصل إلى قرابة أربعين ألف شتلة وذلك بهدف زيادة الانتاج الزراعي في القرم في الموسمة الواحد في سبيل تكثيف الجهود الوطنية الرامية للمضي قدما نحو زيادة الرقع الخضراء ومضاعفة أشجار القرم تماشيا مع التزام مملكة البحرين للوصول للحياد الكربوني الصفري بحلول العام الفين وستين تم تدشين التوسعة الجديدة لمشتل رأس سند بهدف مضاعفة أشجار نبات القرم أربعة أضعاف بحلول عام الفين وخمسة وثلاثين في إطار الحفاظ على البيئة والحد من آثار تغير المناخ هذه مبادرة ابتدت بداية متواضعة في 2016 بإنشاء مشتل صغير لكثار أشجار القرم فكانت الطاقة الاستيعابية للمشتل في ذاك الوقت أربعة ألاف شجرة فقط وكانت تعاون جميل ما بين المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والمجلس العلاء للبيئة اليوم وبدعم كريم من شركة ألبا تمت توسعة المشتل لتصير طاقة الاستيعابية أكثر بعشرة أضعاف فالآن يستحمل أربعين ألف شتلة فالله الحمد هذه مبادرة طيبة جدا جدا من شركة ألبا وبكلها أثر بيئي ملموس مباشرة لأن أشجار القرم تساهم مساهمة كبيرة جدا في تنقية مياه البلد وكذلك الجو واستطاعتها على الحبس الكربون أكبر من الأشجار العادية التي تزرع على اليابسة مشروع التوسعة الجديدة لمشتر السند لنبات القرم يحمل في طياته أهدافا استراتيجية من أهمها تحقيق استدامة النظم الطبيعية والحد من تداعيات التغير المناخي حاليا نحن وسعناه بدعم من ألبا عشر أضعاف طبعا هذه الدعم داء بناء على توجيهات سيدي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر اللي وجه بعد الكوب اجتماع الأطراف اتفاقية تغير المناخ السادس والعشرين بمضاعفة استزراع أشجار القرم أربع أضعاف فطبعا هذه جاد توسعة المشتل والمشتل يعتمد على المدوى الجزر في الاريغيشن طبعا نبات القرم لأهمية عظيمة في البيئة ومن ضمن هذه الأهميات اللي هو يعتبر ككاربون سينك يساهم في التقليل والتخفيف من أثر تغير المناخ اكتمال المشروع دائما ما يكون بتكاتف جميع الأطراف والقطاعات العاملة في مملكة البحرين كافة ومشروع التوسعة الجديدة لمشتر السند كان جزءا لا يتجزأ من الأولوية الخاصة بإزالة الكاربون ضمن خريطة طريق شركة ألبا للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة التي أطلقتها الشركة من مشروع التوسعة الجديدة لمشتر السند يأتي هذا المشروع في إطار الأهمية الكبيرة لنبات القرم كثروة طبيعية تساهم في زيادة المساحات الخضراء وإثراء التنوع الإحيائي بأرجاء المملكة إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر